زيارة الأربعين تجديد العهد بالولاية وحدودنا حسينية مرة أخرى يقف العراق على مفترق طرق إيران إلى شانجهاي والملف النووي في فيينا ابقوا معنا بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك السلام عليكم يا زوار الإمام الحسين يا من خصكم الله بفضل هذه الزيارة في هذا العام تحديدا السلام عليكم يا خدام زوار الإمام الحسين عليه السلام يا من اختصكم الله بخدمة زوار أبي عبد الله الحسين في هذه التظاهرة المليونية هذه التظاهرة التي عنوانها حدودنا حسينية لا قوميات لا جنسيات لا أعراق ولا حتى مذاهب ولا ألوان حدودنا حسينية لكي نجدد العهد بالولاية للإمام الحسين عليه السلام وللإمام المهدي المنتظر ونحن نقرأ في دعاء العهد لمولانا الإمام الحجة قوله الشريف اللهم إني أجدد له في صبيحة يومي هذا وما عشت من أيامي عهدا وعقدا وبيعة وبيعة له في عنقي لا أحول عنها ولا أزول أبدا اللهم اجعلني من أنصاره وأعوانه والذابين عنه والمسارعين إليه في قضاء حوائجه والممتثلين لأوامره والمحامين عنه والسابقين إلى إرادته والمستشهدين بين يديه ادعوا إخواني وأخواتي يا من توفقتم لهذه الزيارة ويا من توفقتم لخدمة الزوار وأنتم من أمثال الذين لم نتمكن لم يحصل لنا هذا التوفيق وهذا الشرف ادعوا لظهور الإمام وبحفظ الإمام وبتعجيل الفرج خصوصا أنتم في الزيارة وهذه الزيارة الآن تترافق مع ذكرى اندلاع الحرب التي شنها النظام العراقي السابق صدام بشكل خاص على الجمهورية الإسلامية وفرضها على الجمهورية الإسلامية الفتية وفرضها بالتالي على الشعبين العراقي والإيراني نعم بعد أيام قليلة تحل ذكرى تلك الحرب العبثية المجنونة ادعوا الله سبحانه وتعالى بتعجيل الفرج ليظهر صاحب الأمر وصاحب العصر والزمان ولينتقم من كل الطواغيت الذين مضوا على نهج يزيد والذين شاركوا في قتل الحسيني ويحاولون أن يقتلوا منهجه بقتل أتباعه وأشياعه والمحبين له والتضييق عليهم الأربعين هو وحدة للأمم حول علم الحسين عليه السلام في كل الزيارات السابقة السنوات السابقة خصوصا بعد 2003 تجلى هذا المفهوم المفهوم أن الجميع يلتفون حول علم واحد هو علم الإمام الحسين عليه السلام ويجتمعون في أرض كربلاء ومن هنالك يطلقون شعار هيهات من الذلة ومن هنالك يطلقون شعار الإمام الحسين عليه السلام لا أعطيكم بيد إعطاء الذليل ولا أقر ولا أقر ولا أفر فرار العبيد أو إقرار العبيد في عاشوراء سطر الإمام الحسين عليه السلام معنى الولاء ومعنى البيعة ركنان أساسيان سطرهم الإمام الحسين عليه السلام في عاشرة التولي والتبري أولا التبري والتولي رفض بيعة يزيد ورفض بيعة الطواغيت وقال إن كان دين محمد لم يستقم إلا بقتلي يا سيوف خذيني وأنتم تلاحظون بعد كل هذه السنوات بقيت أو بقي هذان الركنان الأساسيان التبري أولا والتولي ثانيا ثابتين أنت لا تستطيع أن تكون حسينيا وتكون في نفس الوقت يزيديا أن تتبرأ حرب لمن حاربكم وأن تتولى سلم لمن سالمكم تعالوا ولنستفد من هذه الزيارة في الأربعين يتجسد الولاء تتجسد اللا حدود وتتجسد الهوية الحسينية ولنستفد ولنقول أمرا لنتساءل هل نحن بالفعل حسينيون هل نحن ولاؤنا أو نلتف حول هذا العلم علم الإمام الحسين عندما نجد أننا في خانة واحدة مع المفاهيم والقيم التي جاء بها الحسين عليه السلام عند ذلك نعتبر أنفسنا نعم زرنا الحسين عليه السلام استفدنا من هذه الزيارة وحولناها أيضا إلى محطة لتهيئة مقدمات الظهور الشريف للإمام الحجة عليه السلام على الصعيد الميداني هو مو مجرد طقوس الزيارة مو أن فقط أقف أمام الحسين وأقرأ الزيارة أقرأ وحتى ربما لا أستوعب بعض مفاهيمها أقرأ وأبكي وأحزن هذا مطلوب لكن المطلوب الأكثر منك ومني ومن كل من يزور الحسين عليه السلام هو أن يتحول الزائر إلى جندي مقاتل مستعد للوفاء وللتضحية بنفسه على نهج الحسين لكي يبقى نهج الحسين خالدا ولكي يحقق الأهداف التي من أجلها ثار الحسين عليه السلام شوف نفسك أنت مع القيم التي من أجلها ثار الحسين أم مع قيم أخرى لكنك تقول أنا من زوار الإمام الحسين هذا محور المقاومة هذا يتجسد على أرض الواقع والحمد لله هذه السنة موكب نداء الأقصى الذي يتعرض لحملة شرسة من إعلام الكيان الصهيوني البغيظ وممن يحسبون أنفسهم أيضا في خانة الإسلام أو في خانة التشيع يغيظهم أنك تستقبل على أرض كربلاء الطاهرة مواكب ممن يرفعون شعار الأقصى بيت الله أول قبلة هي قبلة قبلة هناك القبلة الأولى للمسلمين لمحمد صلى الله عليه وعلي وسلم كانت هناك وقد وعدنا الله سبحانه وتعالى بأن تتحرر طيب كيف تصنف نفسك أو أصنف نفسي أنا من زوار حسين وأنا لا أؤيد تحرير فلسطين أو أعادي الجمهورية الإسلامية التي ترفع شعار فلسطين وتحرير فلسطين وتضعه على رأس أولوياتها أو لا أنصر حزب الله في لبنان الذي يقف حجر عثرة أمام التطبيع لبنان لأن لبنان فيه قوميات وأديان مختلفة وبعضهم يعني ما الشعلي يقول لك خلنا نطبع مثل ما طبع الكثيرون الآن يأتي هذا الكيان الصهيوني اللقيط يقول مسؤولوها المسؤولون في هذا الكيان يقولون لو لا حزب الله لطبع لبنان منذ زمن طويل نعم وأنت تأتي أو أنا أأتي وأزعم أنني من زوار الحسين ومن أتباع الإمام الحسين لكنني في نفس الوقت أعادي أو على الأقل لا أنصر حزب الله لا أنصر أنصار الله في اليمن أقف إلى جانب المملكة العربية السعودية في هذه الحرب العبثية التي شنتها ولا تزال على اليمن بذراء عشتها أعرقل أو أقف حجرة عثر أمام أن يقدم زوار من البحرين لإرضاء المملكة هناك مع ملاحظة أو الملك أن البحرين هي الدولة التي يقتنها غالبية شيعية عذرا على هذا التمايز بس الصراحة كذا يريدونه السعي القضية التي أثيرت مؤخرا حول الرادود باسم كربلائي هذه القضية بغض النظار عن موقفك من باسم موقفك مني موقفك من القصيدة التي ألقيت هم عجزوا عجزوا عن إيجاد حرب واكتتال شيعي شيعي كما لاحظتم في فتنة الخضراء الحمد لله فشل المشروع فشل حتى الآن وين راحوا راحوا يكررون مهمتهم السابقة القديمة الجديدة إثارة حرب طائفية بين السنة والشيعة شافوا موكب نداء الأقصى شافوا علماء السنة يأتون إلى الحسين عليه السلام فش يريدون يريدون يثيرون هذه الأفغان والأحقاد التاريخية وهذا الصراع المذهب الموجود صار لألف واربعمائة سنة لأنهم فشلوا في التأثير على زيارة الحسين وفشلوا في إرباك الزائرين وإرباك الخدام خدام الإمام الحسين إلى أن يستهدفون من يخدم الحسين عليه السلام رادوا يفرضون قضية العدد وإلا تعال خنجرب التجربة السعودية شافوا الأمر خارج يفوق الحدود يفوق حدود العقلي والتصور أنت مع بعض الإمكانات البسيطة تستطيع أن تستقبل أربعين مليون زائر وأكثر في يوم الأربعين للإمام الحسين عليه السلام أنت موت للتجارة مدور خلن نستفيد من زيارة الحسين لأغراض تجارية هو أكو أحسن من أن تعمل تجارة مع الله أكو أحسن من التجارة مع الله اللي يحب الحسين وتجي أنت تتاجر تعمل تجارة الطرف الآخر الحسين وأغوى قلت لكم في إحدى البرامج في برنامج سابق ولازم أكرر ما قاله آية الله العظمى سماحة الشيخ بشير النجفي حول وسيقا الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمارا وقارن بينها وبين وسيقا الذين كفاروا إلى جهنم إلى جهنم زمارا طيب ليش سيق أولئك وسيق أولئك هؤلاء قادوهم ويكتشف بعدين سماحته أن الأمم أهل البيت عليهم السلام الذين ينطقون عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والذين لا ينطق عن الهوى معصوم ومعصومين يتحدثون لك يتحدثون لك عن كرامة خدام زوار الحسين فكيف بزوار الحسين جائزة زائر الحسين هو أن يدخل الجنة لأنه ذهب ليزور الإمام الحسين إرضاء لله وطبعا عملا بأحاديث الرسول وأهل البيت عليهم السلام أحاديث كثيرة عن فضل زيارة الحسين لكن من يخدم زوار الحسين يخدمونهم ليرضوا الحسين فيعطيهم الله جائزة عجيبة هذه الجائزة يخليهم يشوفون الحسين طبعا ذلك من يشوفون الحسين بس هذه الآية إلهم كما يقول آية الله العظمى بشير النجفي حفظه الله يجيبوهم يقولون تعالوا قدوا تعالوا شوفوا هذا اللي أنتم خدمتم زواره شاهدوا جمال وجهه وطلعته الشريفة فذول يشغلهم جمال الحسين عليه السلام في حين وقت الجنة آمن الجنة ادخلوها بسلام آمنين بشلبين يشغلهم وجه الحسين الذي يوحدنا جميعا ويجب أن يوحدنا جميعا فيأخذوهم الملائكة شوي وسيقاً وسيقاً لذيباً اتقوا ربهم إلى الجنة زماراب تعالوا لنجدد العهد وأنا أعرف أنكم عندما تقومون بزيارة الإمام الحسين أنتم تجددون العهد عملياً ومن ثمار هذه الزيارة وهذه الزيارة الآن في هذه السنة أنها تغلق كل منافذ الكره والبغض والحقد التي أراد صدام حسين أن يفتحها بين الشعبين العراقي والإيراني بين العربي والعجم تذكرون كانوا قلون الحرب الفارسية الإيرانية ضد الفورس المجوس وبين الشيعة في العراق والشيعة في إيران روحوا شوفوا بيوت أهل كربلة وبيوت أهالي النجاح بيوت بيوت مو المواكب مارك الله بيكم يا أهل المواكب بس البيوت مفتوحة على مصرعها وتستقبل الإيرانيين وهذا درس عملي على أن قاعدة الولاء وقاعدة التبر أو البراءة تتحقق عند الحسين عليه السلام والهوية هوية حسينية وحدودنا كلها الحسين ابقوا الله مرة أخرى يقف العراق عند مفترق طرق هذا واحد من العناوين التي يحاول أعداء الحسين عليه السلام وأعداء نهج محمد وآل محمد في المنطقة يروجون له طبعا هم يستندون إلى أوامر وتعليمات وتوصيات تأتيهم من الخارج وتحديدا من الولايات المتحدة الأمريكية من واحد واشنطن من غيرها من المعاهد التي تعمل هذه الأيام على قدم وساق لتشويه زيارة الإمام الحسين عليه السلام ومحاولة حصرها في حدود جغرافية ضيقة ومحاولة الإساءة لها والإساءة للعراقيين والإساءة للإيرانيين وكل الذين يقدمونه لإحياء هذه الزيارة العظيمة من خارج الحدود يعني أنت من تجي تشوف الآن ما تنشره مراكز الأبحاث ومراكز التفكير الغربية ومن يأتمر بأمرها في المنطقة أتحدث عن المنطقة ستجد هناك طبعا أنت هو ينقلك عن الزيارة يعني تجي في صحافتهم في وسائل إعلامهم في مراكز أبحاثهم يتحدثون عن زيارة القديس مثلا بس من يجي أولا يقلل من موضوع الأعداد الثاني حتى إذا أراد أن يتحدث عن أعداد الزائرين يخيفهم برة أخرى يقف العراق عند مفترق طرق بعد زيارة الأربعين ستقع الواقعة ومتحالوا شوفوا التحشيد حتى في وسائل إعلام محلية عراقيها الناس تحتي على الزيارة وذول يجايبين يمسولفشية يهددون بعد الزيارة وش راح يسويون وبعد الزيارة وش راح يسوي وكل تحريض وبث كراهية بث كراهية على مدار الساعة مع كل الأسف بعض قنواتنا أيضا واقعة في هذا الفخ ما عرف يعني هل أكون مندسين وأنا عرف أكون مندسين في كل مكان أنت اليوم في كل مكان عندك أعداء وليش نزلت سورة المنافقين سورة المنافقون سورة كاملة الله سبحانه وتعالى أفردها للمنافقين إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد أنك رسول الله والله يعلم هم مسوين فضل والله يعلم أنك رسوله وجون هذول المنافقين موجودين والرسول أعلم بهم اللي في عصره كانوا عايشين خبر أحد الصحابة حذيفة بن اليمان بأسمائهم فردا فردا فإذا كانوا في عصر رسول الله وطبعا موجودين الآن في عصرنا وهؤلاء المنافقون إذا رأيتهم تعجبك يجسامهم وأن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب المسند يحسبون كل صيحة عليهم وصف الله يوصف لك المنافقين وبالمناسبة في ليلة الجمعة يستحب أن تقرأ صورة المنافقون في أحدى ركعتين الصلاة حتى الله سبحانه وتعالى يحفظ قلبك من أن تقع في هذا الفخ هذا فخ خطير فخ النفاق الكثير من المؤمنين يحسبون أنهم مهتدون هناك استحباب قوي وتأكيد قوي على قراءة أو الإدمان على قراءة سورة التحريم ليش؟ لأن سورة التحريم من أدمن عليها أهل البيت عليهم السلام الذين ينطقون عن رسول الله الذي لا ينطق عن الهوى يؤكدون لك من أدمن على قراءة سورة التحريم رزقه الله التوبة النصوح حتى التوبة هم بها مشكلة أنا أرتكب ذنب وأتوب وأرتكب ذنب وأتوب هذا يورث النفاق فتلقاهم يستهدفون الزيارة يستهدفون الزائرين وتلقاهم يحرضون على ما بعد الزيارة أنا معرف يعني ليش هذا التشويخ للقضية الحسينية من خلال استهداف الزائرين ومن خلال التأكيد على أنه ما بعد الزيارة راح تصير الطامة الكبرى ليش؟ ليش؟ ويحاولون لك يصورون لك زيارة الأربعين وكأنها أصبحت موقد نار يغلي هذا التشويخ طبعا بالتأكيد هو هدفه الحق والضرر الأساسي بالقضية الحسينية التي تمههد للقضية المهدوية ظهور الإمام المهدي عجب الله تعالى فرجه الشريف هل تشي يقولون من يقول لك العراق يقف على مفترق طرق يقول لك هذه الأعداد بعد أن يعني ما يقدر يخفي أعداد هائلة من الزائرين بالملايين قاعد يروجوا لك إيران احتلت العراق الذين جاءوا هذولي مو زوار يخلي هؤلاء الذين خدعوا أولاد البعثيين أولاد السفارات أكو بعض الناس مخدوعين مع كل الأسف والله احتلوا لكم الإيراني هذولي مو زوار هذولي حرس ثوري وحرس ثوري وكذا طيب لنفترض جدلا أن ما تقولونه صحيح وهذا يدلل على غباءكم هذا يدلل على غباءكم والحمد لله كما يقول الإمام زين العابدين الذي جعل أعداءنا من الحمقة إذا كانت إيران بالفعل وفرض محال المحال ليس بمحال نفترض جدلا نأخلكم على قدر عقولكم إيران دزت قوات الآن من الحرس الثوري وسيطرت على كل مرافق العراق زين أنت بعد الأربعين تقدر تحوس يعني ليش التحريض إذن وإيران مسيطرة كما تقول بعد شو الفائدة شو تريد تبني الولايات المتحدة على أساس تيجي تدخل مع إيران في صراع وفي حرب داخل العراق الأمريكان يعرفون كان عمكم تشذب لأن هم يشذبون تشذب إلكم يخلكم أنتوا تلوكم به الأمريكان يعرفون كل الزين والناتو يعرف كل الزين والأخ العزيز الأستاذ مستشار الأمن القومي السيد قاسم الأعرجي التقى بقادة الناتو وقال لهم هذه الأزمة السياسية إلى انفراج يعني يعرفون هم يعرفون الكل يريد أن تنفر خرج الأزمة هاي أزمة مفتعلة أزمة سياسية أصلاً ماكو أزمة سياسية هذا كل مفتعل لأن يريدون حالة الأضطراب تكون موجودة في العراق باستمرار حتى يسيطرون ويحققون أغراضهم عندهم ملفات أخرى خارج العراق يريدون يحققوها من خلال أزمة العراق وأنا قلت لكم سابقاً وأنتم تعرفون أحنا من نقول عينكم على الملف النووي وهسا راح نحكي بالمحور الثالث عن الملف النووي مو لأنه أحنا نربط مستقبل العراقي بنتائج المفاوضات النووية لا هذا وصف حال لأن الأزمات مترابطة انفراجة في هذه الأزمة تؤدي إلى انفراجة في كل الأزمات وشوفوا أنتو حتى عندما حصلت مظاهرات تشرين في العراق رادوا يفجرون أزمة في العراق وانفجروها أوتوماتيكالي في لبنان وان صار التصعيد عسكرياً في اليمن وان صار التصعيد آنذاك عسكرياً وبعدين اختالوا على ضوه قائدين نصر في إدلب لأن رادت الأزمات هناك تنفرج مرة واحدة نفذوا عملية الاختيال قتلوا قائدين نصر وقبلها بأيام رتبوا لكم مظاهرات وأنا مرة أخرى وأقول بعض المتظاهرين الناس مساكين بدون مطالب مشروعة هذا حقهم والمرجعية العليا أيدت هؤلاء أيدت تغييراً حقيقياً وإصلاحاً حقيقياً ما بيه تدخل خارجي مو أنت أمريكا تسوي العملية السياسية وتطلع تصيح إيران بره بره وتروح تحرق لقنصلية إيرانية والقنصلية في النجف وفي كربلة وتحرق مرقد المرجع الراحل الكبير الشهيد محمد باقر الحكيم الذي كان رمزاً ولا يزال من رموز مقاومة الطاغية والدكتاتور على نهج الإمام الحسين عليه السلام ما هي الرسائل التي تبعثها عندما تقوم بذلك فيما يتعلق بما بعد زيارة الأربعين رح تخلص الزيارة ورح تنتهي الزيارة والناس يرجعون ليلهم وبالمناسبة الإرادية البدل الآن يعني لحد قبل يوم يمكن هسا اليوم يعني أنا بررامج وبث لكم اليوم السبت إن شاء الله أنتم تشاهدونني قبل يومين من هذا الكلام عاد إلى إيران مليون ونص زائر حتى ما ما انتظروا إلى يوم العشرين من صفر يوم الأربعين يعني يوم الظروة زهروا وطلعوا الناس والبقية هم راح يخرجون في الطريق كلهم يخرجون والآن رح شوفوا المنافذ الحدودية وشوفوا العملية الاستعداد لاستقبال الزائرين حتى يرجعوهم ويفوجوهم إلى بيوتهم هذا يعني أنه ماكو شيء باحتلال بالعكس العراق وكربلاء تحديدا وسلامي إلى أهالي كربلاء فردا فردا هو الذي احتل قلوب الإيرانيين احتلهم احتلالا وليش يجوك بالملايين ليش يجي ملايين الزائرين الإيرانيين لأن العراق الحسين احتل قلوبهم وإلا احنا عدنا زيارة عن بعد وتجزي وعدنا أصلا نصوص ثابتة من أهل البيت عليهم السلام حول الزيارة عن بعد ورح سألوا الإمام الصادق عليه السلام قال ماذا أفعل لأزور الحسين قال لا تصعد على الساطعة وتقول اللهم صلى على محمد وعلى محمد صلى الله عليه يا أبا عبد الله إذا تكتفي بالزيارة طبعا وأنت تلتزم بنهجهم حتى دائما تعيش ذكرى الحسين ذكرى الحسين بس لأنكم أنتم العراقيون سوتوا ملحمة والله ما أقدر أحكي يعني تلزمني العبرة الملحمة اللي أنتوا سوتوها في قلوب الناس داخوا الناس من يشوفون ولائكم وحبكم للحسين عليه السلام وهذا الشعب العراقي الذي يريدون منه أن يقف في العراق عند مفترق طرق تعرف شون يعني مفترق طرق يعني يريد منك لو حرب أهلية شيعية شيعية وهذا ما يصير ده بعدك على قولة المصريين ده بعدكم لو حرب طائفية أخرى سنية شيعية وهذا ما يصير العراقيون بفتوى الإمام وبوجود الإمام السستاني حفظه الله أنهوا هذه الفتنة وضعوا لها حد منذ 2016 2006 عفوا 2006 وبعدين نجي النظام التنظيم الأرهابي بتعم من أجهزة استخبارات ودول أنهو هبفت السيد السستاني فنعم إذا هريد نقول العراق عنده مفترق طرق هو إن شاء الله للتحول إلى الأفضل وإلى الانفراجة كما قال الأخ العزيز السيد قاسم الأعرجي حفظه الله وكما هو المتوقع من نتائج هذه الزيارة العظيمة والزخم المعنوي الكبير الذي تضخه لكم وفيكم وفينا ستجهضون كل المؤامرات بس المطلوب من بعض السياسيين أن يسارعوا في تشكيل الحكومة صراحة أجل خير البري عاجله ابقوا معنا إيران إلى شنغهاي والملف النووي في فين من بركات زيارة الإمام الحسين عليه السلام هذا العام أن الجمهورية الإسلامية وقعت على بروتوكول الانضمام رسميا كعضو دائم في منظمة شنغهاي خلال حضور الرئيس إبراهيم رئيسي إلى أوزباكستان منظمة شنغهاي للتعاون تحولت إلى منظمة الآن تضم أكثر من ربما نصف العالم يعني من حيث السكان الدول الأعضاء في هذه المنظمة صحيح أكو بعض الخلافات بين بعض الدول مثل الصين والهند لكن هذه المنظمة تنذر بأن تتحول إلى جبهة معادية للغرب وتحديدا للناتو وسياساته العدوانية أقول رغم وجود بعض الأفكار المتباينة لأن هذه المنظمة إن شاء الله ستركز على الجوانب الاقتصادية السياسية التي تتعلق السياسية التي تتعلق بالطاقة السياسية التي تتعلق بالاستقرار لأنت من تريد تسوي بناء اقتصادي إنجاز اقتصادي تحتاج إلى تعاون سياسي للاستقرار وأنا من هنا أقول الإيرانيون الآن ما عادوا بحاجة كثيرة إلى الاهتمام بالاتفاق النووي عادت أمريكا لم تعد خلي قاعد البلف على الرف في فين كما قال الرئيس إبراهيم رئيسي قال بعدنا على الطاولة طاولة المفاوضات أربعة زائد واحد نحن قاعدين ما نروح منها أمريكا رجعت رجعت ما رجعت خلينا قاعدين إلى يوم القيامة وزير الخارجية السيد أبير عبدالله يال حجح شاية كل شه هلو قال أصلا يعني ما عدنا ننتظر كثيرا أو نتوقع كثيرا شيء من الاتفاقية النووية خطة العمل الشاملة المشتركة هكذا اسمها بالفارسي بارجام صار صار ما صار في أمان الله ما عدنا بحاجة لها وهذا هو المطلوب هذا هو المطلوب وأنا دائما أدعو الجمهورية الإسلامية إلى أن تضع الاتفاق النووي على الرف يتفاوضون يسمحون بفرق التفتيش وفق شروط السيادة ووفق شروط لا تخلوا لا تخلوا بالأمن القومي الإيراني ويتفاوضون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي سيست قراراتها دائما من البداية وحتى اليوم هم يعرفون الإيرانيين يعرفون جيدا ماذا يفعلون بس أقول وأختم لأن هذا الموضوع موضوع يحتاج إلى بحث طويل بس أنا فقط أردت أن أشير إليه وأثيره للاستدلال على بركة زيارة الإمام الحسين زيارة الأربعين أحبائي حتى على الصعيد الدنيوي والمادي في حياتك الدنيا لديها بركات ولديها آثار وانضمام ستقول لي شلون أقول لك بعدين سأحشي لك في المستقبل إن شاء الله في حلقات قادمة عن أهمية انضمام إيران إلى منظمة شنكهاي انتظرونا وتابعونا في الحلقات القادمة طبعا سنتحدث أيضا عن هذا النزاع العسكري الذي حصل في هذه المنطقة في القوقاز بين أذربيجان وبين أرمينيا ولماذا إيران تقف إلى جانب أرمينيا بينما انتبه آذربيجان ويقولون إيران دولة شيعية من حيث تعداد السكان لا لا آذربيجان هي الدولة الشيعية الأولى في العالم يعني كل سكان آذربيجان جمهورية باكو حاصنتها باكو هم شيعا كلهم أنسك شوي يهود بس هم شيعة وهذا اليمن مسيحية أرمين بعد اليمن عفوا أنا قلت أرمين يا مو اليمن لساني دائما أنا أحب اليمن شنو السر السر لأن آذربيجان قاعدة للكيان الصهيوني وهذا يؤكد لك أن إيران دولة ليست طائفية دولة شيعية تتبع نهج علي بن أبي طالب بس مو دولة تستخدم التشيع لأغراض سياسية اتبهوا جيدا هذا هو الفرق وهذا ما سنتحدث عنه إن شاء الله في حلقات قادمة بالتفصيل تقبل الله أعمالكم ولا تنسونا من الدعاء والزيارة نيابة عند الإمام الحسين عليه السلام في أمام الله ترجمة نانسي قنقر